نحن 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 نساعد الناس الذين يروا عشبنا في مصر نواصرهم بالشركات والوظائف المولة وقالنا خمس سنين شغالين في المجال دوات وهنا نحن نحن نكلم عن العمل بسوء العمل لأي حد يتعلم حاجة اندرويد اي موبايل اي حاجات كثيرة جدا بس عساس الاندرويد عشان الشغل في الماركت كبيرة جدا في الهاتف ده الويب سايت بتاعنا كم حد تسمع عن وظف او شاف الويب سايت او بكده طيب احنا في اكتر من 4000 شركة شغالين معنا في مصر بي ادبرتز او بيعلنوا عن وظائف تايتهم السايت عندنا طبعا اكتر من 4000 شركة دي معظم من الشركات الكبيرة اللي شغالين معنا بس اكتر من الوبرتونيتيز في شغل الاندرويد والموبايل مش في الشركات الكبيرة والبراندينس كبيرة لا الشركات الستارتوف والاسيميز الصغيرة دي اكتر شركات فعلا فيها اكتر شركات فيها اكتر شركات فيها اكتر اندرويد اكتر شركات فعلا في العالم كله فدي اوبرتونيتي جده جدا وبالتالي من كامل سنة فاديه كان فيه ناس بيعملوا اتوار منتجات ديسكوب ايشيات لغاية الدسكوب ايشيات الاسميز اكتر شركة ناس يسعروا ويب وعندين دي لقتي موبايل، فهذا هو الترند، فلازم الواحد يبدأ دايماً أبديتد وشغل في الحاجة، الماركت ماشي فيها كترند عشان يلاقي يعني opportunities كتيرة يشتغل فيها. الحاجة التانية، تتعلم عندما يجي يشتغل، فيه ثلاثة مختلفة يشتغل، إما يشتغل في شركة كبيرة أو ملتناشنال، أو يشتغل في شركات S&E، سبهل، مولو ميديم انتربيز، أو يعمل فكرة بتاعته، أو مشروعه الخاص، تمام؟ كم حاجة يعني تلية start-up؟ طيب، كميس من خمس سنين طريباً، مكانش في مصر في حد يعرف عني start-up، قويس حمده لأنه موضوع 12 كده، طبعاً زي ما قلت، معظم الopportunities في الشركات السغيرة، يعني ممكن يبقى مثلاً الشركة كبيرة أوي موالتناشنال، لما يحتاجوا يعملوا موبايل أب، هيجيبوا اثنين تلاثة developers عشان يعملوا موبايل أب، لو هم مش تفوكس لهم كله أونلاين، بس لو start-up لها خمسة، شركة صغيرة جداً، ممكن برضو يكونوا واحدين اثنين تلاثة developers، عشان كده عدد الشركات السمول أكبر بكثير جداً، وبتالي الopportunities بالنسباتكم لما تتعلموا أندرويد، هتبقى أكبر في الشركات السمول أو start-ups، أو لو حد فكر يعمل البروجيكت بتاعه، لما يجب أتكلم عن الاندرويد، هذا الموضوع ليس فقط وهي مقارن دو BEAT، ممكن إتع Gray. ممكن أن يجرد الطويرة، ممكن يجهلك تستجل موالي أب، ممكن إن استستعمل الطفول إلى السوق اثنين المعاركات والانشباب، ومعveكت الوظهر بجهد الفيديو بممكن ناحبه الإبتالي�� the android developer وين أقل على كتابه ويمال مريض او هو ايبال UIUX حيث هو اعجاب الوظهر أنه هو إختالة في شكل الابقائش وفي طبعا الماركتين الوحته يريد موالي، المتعلف عن محكة مثلا يريد موالية ويبسايت أو شيء تمنحي تعمل دي كل دي الأخراج لو أنتو حد تعلم أندرويد أو دخل المجال للأندرويد او الموبايل افليكيشن، دي كل دي ممكن تشتغل فيها. دي رقم الوابسايت عندنا ورده عشان راح يبقى عنده فكرة الماركت دوت الوفرين بتاعه عندما لو نشتغل اندرود ديفلوبر حيبه سعري كان في السوق، تمام؟ ده ده الافرنجز الموجود عندنا، حد لسه بادي ديفلوبر جونير خالص، ممكن من 2000 إلى 4000 جنيه في الشهر. يبقى عنده شوية اكسبرينز ممكن يطلع من 2000 جنيه في الشهر، حد سينيور او اكسبرينز ممكن من ستة إلى عشر تلاف جنيه في الشهر. دي تعتبر، يعني كمبيرد لأضر جوب تايتلز او فرص عمل التانية، دي تعتبر كويسة جدا. طبعا اكسبرينز دي في المجال الموبايل، حاجة سمورت فونس موجودة من غير قريب، فممكن راح يبقى ثلاثة مع سنين بس جامد، يبقى سينيور اكسبرينز. تماما، يبقى 10-15 سنة. غير طبعا، ده كل الكلام ده ده في الماركت، يعني عموما في مصر، بس فيه كبيرة جدا برا الناس اللي عايزة تهاجم البلد. ما بحقاني، ما بحبه شوي بس يعني الأوضاع ممكن تبقى ساعد فيه أكبر برا، بس حتى الناس اللي حابين يوعدوا في البلد لو فيه أكبارات مش كفاية ومش حاجباهم، فيه كمية جوب أكبارات موجودة جلوبال في كل العالم، وبيقبالوا مثلا في الاندوريد، ان هما يساولوا ريموتل. تماما، واحد يبقى شغال في مصر، وشغال في بروجكت في أي حتة في العالم ريموتل. تماما؟ فالopportunities هنا كمان، الغير اللي في مصر، انترناشنال، تبيرة جدا. تماما؟ حاجات تانية مهمة عارفينها برضو في الجوب ماركت، البرودكت الناس هتشتغروا عليه، سواء كان الناس تشغف في البروجكت بتاعه أو في شركة، في برودكت تبقى purely موبايل، يعني هو الحاجة اللي مشتغلين فيها الشركة أو البرودكت، كله عبارة عن موبايل أبليكيشن، حاجة زي واتس أب، واتس أب إذا بيور موبايل أبليكيشن، مفيش ويبسايت اسم واتس أب، ويبسايت أو شركات تانية أو البرودكت تبقى أساس ويبسايت ويبسايت بموبايل، زي ما فيسبوك مثلا ترى إذا كانت أول ويبسايت وبعد كده عملوا موبايل أبليكيشن، كمان الفديل مرضو تبقوا فاهمين المنتيكوش شروف أي بروشكت، هل هو بيور موبايل، ولا موبايل سايت، ويبسايت ودو موبايل أبليكيشن، الحاجة تانية دي مرضو تشتوائي ترانيز أرقام مسلا من عندنا في الويبسايت، احنا بيجرنا طريبا أكتر من نص م هل هو يزور الويبسايت في الشهر؟ معظمهم من مصر، من جوجل بنائتكس، او الناس الذي يزور الويبسايت، ده نيليمش موبايول، ده الويبسايت ناسو، الناس الذي يزوروا الويبسايت من براوزر على الموبايل، والموبايل سايتهم، بزادت في خلال سنة من 18% إلى 28%، عند ذاتي قام ذلك، تلت الناس الذين يزوروا الويبسايت بتاعنا من براوزر على الموبايل، فدي يوضح حجم الترند، حاجة ثانية إن 28% سواء 70% منهم جايين موبايل ترافك من أندرويد، تمام؟ الماركت شير تعمل أندرويد في مصر على حاجة، فإحنا مثلا إحنا شخصيا حتى الآن لسا ما عندناش موبايل أبس، بس إحنا أبو ياركي سيريس لإحنا أن يكون لدينا موبايل أبس سنة عالشان الموضوع دواتي، فدي برضو كثيرة، طبعا في شركات كثيرة جدا يطلبون أن يكون عندهم أندرويد ديولوبر او موبايل أبس، حتى الآن الترينز رائح في ناحية الموبايل. حاجة ثانية برضو مهمة، التفريقة، التفريقة بين موبايل سايت وموبايل أب، تمام؟ موبايل سايت، إحنا ممكن أن يكون عندنا ويب سايت، الويب سايت دوت لما يتفاتح من الموبايل براوزر، خلاص، يجب أن يكون موبايل فرندي، أو الفوند صغير من أبس، كيف نقوم بعمل زوم، عشان نعرف نقرأ الكلام، هذا يعتبر موبايل فرندي، تمام؟ بينما يجب أن يعمل أب، أب دي يعني يجب أن يعمل أب، مثلا على أندرويد، أو IOS، أو أي أي بلاتفوم أخرى، الذين يعملوا على الموبايل سايت، يعتبروا بويب ديفلبلز، تمام؟ بينما يشارع على موبايل أب، إذا موبايل ديفلبلز، تمام؟ بس الاثنين، يعني فيهم حاجات كتيرة مشتركة، من ضمنها مثلا، يجب أن يجب أن يعمل على موبايل، على موبايل أب، أو ويب سايت على موبايل، فيهم حاجات كتيرة جداً، طبعاً مؤخراً، الشهر الفات، جوجل في السرش انجين متاحهم، بقوا بيت دو ويت أكتر للويب سايت، اللي هي موبايل فرندي، اللي هو الويب سايت اللي مع حد يفتح السرش على حاجة أونلاين، على جوجل السرش، يلاقي الويب سايت اللي فعلاً موبايل فرندي، يسهل الناس يقروا اللي المكتوب عليها، فدي برضو دليل آخر أهمية الموبايل، لو واحد فكر يستار فيز اون بروشيط طبعاً، ونص حد يتعلم حاجة موبايل، ممكن يجوين شركة شرغالة ورائية في البروجيت، أو يبتدي فكرته الخاصة، البروجيت خاص بتاعه، دي طبعاً شركة شركة كبيرة جداً، وبتفسح الواحد أفاق كبيرة، بس تبقى صعبة جداً، محدش يفكر يعمل ستبقى صعبة جداً، وغلاً ما بخيره معارف، انه غالباً ستأخذ منه سنين، شغل، وعشان يعرف يجب فوندينج، يموّل البروجيت، ويعين الناس، ويعني بيزنس كامل، موجودة البروجيت، لكن صعبة لازم، يعني، ورائكة حساراً، ونحن نعمل مثلاً، ليس للموبايل، في أي شركة، عموماً، يبتدي من الصرف، يعني مثلاً، عندنا خمس سنين بحاول أن شغل الوابسايت، عندنا خمس سنين، يبقى فعلاً شركة شركة، تمام؟، نعم، نعمل، نعمل، ومش سهل، فقط، البروجيت، فيها كبيرة جداً، ومهم جداً كان البروجيكت اللي هتشغله فيه سواء الهدروين او شركة او هتعملوا الهدروين بروجيكت لانه تكون فعلاً بدي من فكرة بتحله فعلاً مشكلة كبيرة تمام؟ حاجة زي كان واحد يسمع بيقول لك ماشي بيقول لك مثلاً دي موبايل أب بتحل المشكلة مثلاً بتاعت الترافك تمام؟ في موبايل أبس تانية كثيرة كثيراً في مصر وبرى مصر بتتحل المشاكل معينة بتساعد الناس لازم المشكلة تبقى بتحل يعني لانه يكون فيه مشكلة بتتحل كلما مشكلة كبيرت كلما نفعل البروجيكت ينجح أسمن في بلو حاجة لو حد فكر اللي يعمل في البروجيكت بتاعه نوعي فكر في المونيتايزين في البيزنس ان انا الوقت عندي فكرة هعمل موبايل أب هذه موبايل أب دي همونيتايزت ازاي او هجيب منها دخل او تجيب بروفكس ازاي برضو نحيك بيزنس انتو طبعاً دي انرويد اعظمكم ديبلوبرز بس معظم الناس اللي عملوا ستارترز اللي هي أكبر فركات في العالم ووجل وفيسبوك وماكروسات والناس دول كلهم في الاساس كانوا ديبلوبرز تمام؟ فمش حاجة ما احد هل فكر انه هو يقول انه تكنيكا فقط لأ في ناس موكين موكين بحض بس يعرف ايه فهم بزنس ويعرف يععمل كلام دوت في برضو الحاجات المهمة تفكرة فيها طبعاً حاجة زي تويتر وواتس اب لغاية الوقت كشركات لن تكسافش تمام؟ بس كيوزر بيز عندهم ملايين ومليارات الواتساب ملايينة اليوسف بس عندهم يعني لغاية الوقتي بيصرفوا فمسلا عندهم اشي فممكن ان شركة كبيرة جدا وعندها اشي 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 بمونتايزن بس لو واحد يبتدي في مصر لازم يعملش كسابه ان الايديا بتاعته دي ممكن تجيب فعلا دخلة وفلوس حاجة تانية لما حديك فكر يعمل خروش بتاعه ويفكر ان هو ايه ممكن يبعاندي فكرة جملة جدا بس الفكرة ما تستوىش حاجة مغير ما حد فعلا يشتغل عليهم ينفذها كويس جدا كمانا حدش تكي ان انا تفكرت الفكرة مش اقول لحد عشان تفكر ليه ايه الفكرة في العالم ووحدها مليونير يعني لأ تاخد شبور بسنين عشان واحد ينفذ تلك الكهائك تنفيذ بيزنس ضائعة في ماركت وسواء الابليكيشن بتاعتي بسوان كم حد فيكم هنا انترست اصلا ان هو سارتز اون بروجيك او سارتاو بتاعتي تماما حاجة اروا مهمة جدا ايه حد بيفكر ان هو اللي فاند السارتاو بتاعتي في حاليا في مصر في حاليا في مصر في حاليا في حاليا في حاليا في مصر ويجدوهم فاندنج ويجدوهم ادويس انهم يعملوا البزنس بتاعتهم وفي مرضو حاجات برضو انترناشنال ممكن واحد لو عادوا فكرة جمدة جدا وانا غيرها لان مستقبل المستقبل المستقبل ممكن يقدم على مصر وفي مستقبل أحضر شخصيا اخدنا سواء مستقبل او سارتاو، او كده من تنجيل غلوبة الذي يتبع الحكومة واخدنا مستقبل أخرين مستقبل في مصر واخدنا مستقبل في سيلكون فالي في مياه بس الموضوع بياخد مجهود كبير جدا. لو بينا نتكلم عن الجوب الموجودة حالياً، أو مجهودة في أندرويد في مصر، ده مثلاً على الويب سايت عندنا، عند خلالت المرة أعملت سيرج أندرويد، كيورد، طلع لي 37 جوب بوست أو إعلان على الويب سايت، الأعلى اللي أعلم فيه مجرد ما نحتاج اثنين، وننتكلم تقريباً 80 مجهودة حالياً على الويب سايت بتاعنا، غير اللي ممكن تكون موجودة في حياتها الثانية في مصر، فهذا عدد كبير. هذا مثلا جوب، شركة عندنا حضناها من 7 إلى 3، وبقدم 200 كلا تحت الـ ومنتوب 34 ساعة عمله 5 في 8. هذا رخم أولاد جدا، من الـ الناس الذين يعرفون أندرويد حالياً تتبعوا الأجائد الموجودة أولاد جدا، فانت شركات محتاجة ناس ومشلقين، حسن؟ هتشوفوا الأفريج الثاني عام إزاي؟ لو قلنا الباكس نتبص على شوية أرقام، توتل في الغزائف والوظائف في الأندرويد versus شغل تاني الموجود في الماركت، دي كده كل الأرقام التوتل، مثلا عندنا على الواب سايت عندنا، في النهاردة مثلا ألفين وتوتونين إعلان وصيفة، توتل مثلا ٣٠٠ فرص عمل، النهاردة في مصر متاحة عندنا، توتل عندنا على الواب سايت ٣٠٠٠، الأولىٰ السبابة في مستغلية في المجال كل مكان فاضي في شركة، يبقى ٣٠٠ مقدمين على الواب سايت. كانت توتل عندنا على الواب سايت. قبل ما نشوف الأندرويد نشوف الأخرى، حاجة مثلا مثل أكاونتينج، أن ناس خارجين تجارة، ويحاولون فعلاً أخذ الحابة الفعلاً في محاسبة وكذا. هناك مثلاً 150 عملية. 300 عملية في المفتوحة حالياً. هناك 107 ألف شخص خارجين تجارة كثيراً. وفي الأبليكنز في كل موظيفة فاضية 360 شخص. طبعاً، يتخرب من تجارة بيشتغل في تجارة أو أكاونتين بيشتغل في حاجات تانية. ممكن واحد يبقى خريب تجارة ويبقى أندرويد تجارة فاضية. إحنا شخصية عندنا مثلاً، الأكثر ويب تجارة اشتغل عندنا في الويب سايت خريب تجارة. فمغم كان أي حدد باجرون بتاعه، ممكن يتعلم أي حاجة في السنة في حاجات التكنولوجيا. لو جاءنا للأندرويد، حالياً، راكم تشاهدنا السلايد الفاتي 37، تقريباً 80 مفتوحة حالياً مفتوحة، إن حالياً في السنة الفاتوا أكثر من 500 فرصة عمل عندنا على الويب شايت. في حالياً، 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 في الاندرويد، الناس كاربين كلمة أندرويد 1600، ممكن فعلاً، يعرفوا أندرويد كوائس، ممكن يكونوا ألف ومص بالكثير. عدد أبريكانس فير جوب، 32 شخص. فلو قارننا دوت بالملاحجات التانية، حالياً، 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 هناك فرصة بالنسبة لكم، أن هذه الشركات محتاجة ناس هنا، والناس مش موجودين، versus حاجات الناس موجودة، والشركات مش محتاجة هنا. تمام؟ هذه كانت أرقام من الساعة عندنا، فرص العمل عموماً، في الاندرويد، في مصر، وانترنشنال كبيرة جداً، وكالير عموماً، عن موبايل أب ديبابتمند كبير جداً، أتمنى أن يكون الدنيا واضحة، لو أحد عنده أي أسئلة، عنده أي أسئلة، عنده أي أسئلة، حالياً، ممكن نتحدث، ممكن نتحدث، حالياً، أسئلة، أسئلة، شكراً